السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيراً الحمد لله وصلنا القرية كما ترون صحراء 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 ودي إحدى المدارس التي ضربها الدعصار بتجد أن السقف المدرسة غير موجود أصبح فاسد و هناك أيضاً في آخر السورة هناك أحد الأبار المحفورة التي تعطل تماماً عن العمل أنا آسف على العدسة عشان التراب و هناك بئر آخر حفرته الإغاثة الإسلامية أنا أوريكم الخزام بتاعه موجود هنا مازال يعمل لكن والأسف الجهاز الذي يظهر الفوتوسيل لتوديد الطاقة تعطل لأن السيكرون ميسكو شايفين الخزان البعيد هذا الأبيض هذا يجب أن نتحدث يجب أن نتحدث لأن الخزان البعيد يجب أن نتحدث يجب أن نتحدث هذا المحفورة يجب أن نتحدث بعد 5.5 سنة يجب أن نتحدث هذا المحفورة يجب أن نتحدث يجب أن نتحدث هذا المحفورة يجب أن نتحدث هذا المحفورة يجب أن نتحدث يجب أن نتحدث لأن المحفورة يجب أن نتحدث هذا المحفورة عندما نتحدث هذا المحفورة يجب أن الإعصار ضربها يجب أن نتحدث في المياه عندما تظهر إلى هذا المدى يجب أن نتحدث هذا المحفورة يجب أن نتحدث في نهاية من 3 دقيقة سنة كانت غالقة في المياه و أصبح صحراء مغفرة كانت خلال تغير محفورة ومن ثم كانت فكرة الآن الغراء و الغراء و الغراء و الغراء الكثير من الأشخاص الذين اتركوا في حوالي 150 عائلة كانوا عايشين هنا و خارجوا منها و نزحوا لأماكن أخرى حتى نزحوا هنا و قاموا بسبب ما حدثت في حول الموضوع في ميام 21 أو 22 من ميام تلك المنزل هذا هو التحدي هذا هو الناس الضغط يمكننا التحديد من المنزل موامًا 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 يمكن أن يكون 40 ديجريز ونحن الآن لا نقوم بـ 12 ديجريز يعني التحدي الكبير للرحلة التي قمناها والمناخ التي نرى والإمكانيات الموجودة عند الناس الضعيفة جدا الخطلات تكون موجودة وللأسف نحن نأخذ كل شيء مسلم هذا مجرد نحن نأخذ كل شيء بمعضلنا نحن نعلم أنه يمكن أن يكون الضوء ونحن نعلم أنه في سنة نحن نعود إلى هرقيتها لكي أفتاري مديدنا ومعننا لدينا عيزة ولكنهما لا يوجد لكي أفتاري لا يوجد لكي أفتاري ولا يوجد لكي أفتاري ونحن نقوم بكل شيء من المسلمات ونحن نجد الآن أنه يمكننا نسرع ونرحق طعام الإفتار المغرب في هرجيسة الساعة 6 و 3 لكن هؤلاء الناس في وسط هذا المناخ الصعب وفي وسط هذه الحياة القاسية وفي وسط هذه الإمكانيات الغير موجودة والضعيفة إلى أين يذهبون ثم طبعا يسألوا ببارئهم سبحانه وتعالى أن يعينهم والأسك الله سبحانه وتعالى تهلبهم عند الله والبيزة بروفايدر وما هيسألوا ربنا سبحانه وتعالى العون وربنا سبحانه وتعالى حيوفر لهم هذا العون رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم علينا كلنا رمضان المبارك رمضان مبارك رمضان مبارك رمضان لعنه جدا بحقنا نجب المauthentور وعنه شعر دعونا نقف أمام التحديات ونتحدث التحديات لكي ننقذ أرواح هؤلاء الناس وجزاكم الله خير من أمام what you have done لذلك الناس وهناك بعض الناس التي تقوم بها ونحن نرى بها في مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته